محاضرة اليوم عن طحالب السبيرولينا ما هي طحالب السبيرولينا؟ طحالب السبيرولينا هي نوع من الطحالب البحرية التي تعتبر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات لا يتوقف استخدامه عند المكمل الغذائي، بل من الممكن أن يكون غذاء كامل أهمية طحالب السبيرولينا تعتبر طحالب السبيرولينا من الأغذية الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية كما تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم وتساهم طحالب السبيرولينا في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين الهضم وتقوية الشعر والأظافر والبشرة وتعتبر أيضاً مصدراً هاماً للأحماض الدهنية الأوميجا وتستعمل بشكل فعال كمكمل غذائي في زراعة الأحياء المائية وأحواض الأسماك والدواج كانت سبيرولينا مصدراً غذائياً لحضارة الأزديك وهي الشعوب الأصلية في الأمريكتين وغيرهم من سكان أمريكا الوسطى حتى القرن السادس عشر وصفه أحد جنود إرنان كورتس الأسبانيين عند وصولهم لاحتلال شاطئ المكسيك بأن الحصاد يتم من بحيرة تيكوكو في المكسيك والبيع اللاحق على شكل كعك أطلق عليه الأزديك اسم تيكويت لاتل مكونات طحالب السبيرولينا تحتوي السبيرولينا المجففة على نسبة 5% من الماء و24% كربوهيدرات و8% دهون وحوالي 63% بروتين مميزات طحالب السبيرولينا تتميز بأنها مصدر غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن وتحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن كما تستخدم في صناعة المكملات الغذائية والعصائر الصحية والمنتجات الغذائية النباتية تستخدم أيضا في صناعة منتجات العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل بسبب فوائدها العديدة للجلد والشعر تعتبر مصدرا غنيا بالبروتينات حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتين المفيد للجسم ويعتبر البروتين الموجود في السبيرولينا سهل الهضم ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية الظروف زراعة طحالب السبيرولينا التوفير الضوء الكافي تعتمد طحالب السبيرولينا على ضوء الشمس للتمثيل الضوئي يجب توفير ضوء كافي للأنظمة المستخدمة في زراعة السبيرولينا لضمان نموها الصحي استخدام أحواض مائية خاصة تتطلب زراعة طحالب السبيرولينا استخدام أحواض مائية خاصة تحتوي على مياه نقية ونظيفة يجب أن تكون الأحواض مغلقة لمنع تلوث المياه بالعوامل الخارجية توفير درجة حرارة ملائمة تحتاج طحالب السبيرولينا إلى درجة حرارة مناسبة للنمو والتكاثر ينصح بالحفاظ على درجة حرارة الماء في الأحواض بين 25 إلى 30 درجة مئوية العناصر الغذائية وإلى جانب الضوء ودرجة الحرارة فإن العناصر الغذائية هي أهم العوامل المقيدة التي تؤثر على نمو أي طحالب وتميل كل نوع من أنواع الطحالب الدقيقة إلى الحصول على متطلباته الغذائية المثلة أهم العناصر الغذائية هي النيتروجين والفوسفور والكربون ومن المعروف أيضا أن نقص العناصر الغذائية الأخرى مثل المنغناز ومختلف الكاتيونات الأخرى مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم والكالسيوم يقلل من نمو الطحالب طرق زراعة طحالب السبيرولينة مفاعلات الضوئية المغلقة لا تتعرض مزارع الطحالب المغلقة المفاعلات الحيوية الضوئية للغلاف الجوي ولكنها مغطاط بمادة شفافة أو محتوات داخل أنابيب شفافة تتمتع المفاعلات الحيوية الضوئية بميزة متميزة تتمثل في منع التبخر وتستخدم المفاعلات البيولوجية الضوئية المغلقة وشبه المغلقة أساسا لإنتاج منتجات الطحالب عالية القيمة ونظراً للتكلفة الإجمالية لنفقات التشغيل فإن المفاعلات البيولوجية الضوئية المغلقة أقل اقتصاداً من النظم المفتوحة ومن ناحية أخرى هناك تلوث أقل وخسائر أقل من الأحواض مفتوحة الأحواض المفتوحة تستخدم الأحواض المفتوحة الأكثر شيوعاً لزراعة الطحالب في الهواء الطلق على نطاق واسع ويستند الإنتاج التجاري الرئيسي للطحالب إلى قنوات مفتوحة بحيث تكون أقل تكلفة وأسهل في البناء والتشغيل بالمقارنة بالمفاعلات الحيوية الضوئية المغلقة وبالإضافة إلى ذلك يواجه نمو الطحالب الدقيقة صعوبات أقل في نظم الزراعة المفتوحة مقارنة بنظم الزراعة المغلقة عملية تجفيف طحالب السبيرولينا التجفيف بالهواء اعتبر تجفيف طحالب السبيرولينا بالهواء من أكثر الطرق شيوعاً واقتصادية للحصول على المنتج الجاف يتم تفريغ الطحالب في سراديب مفتوحة تسمح بتعرضها للهواء الطبيعي والشمس لفترة زمنية محددة حتى يتم تجفيفها يتم تقليب الطحالب بانتظام لضمان تجفيفها بشكل متساوى وتجنب تكون العفن أو البكتيريا يتم جمع الطحالب المجففة بعد فترة الجفاف وتعبئتها في حاويات مناسبة للتخزين والتوزيع التجفيف بالتجميد يستخدم تجفيف طحالب السبيرولينا بالتجميد في العمليات التجارية للحفاظ على القيمة الغذائية والعلاجية للتحالب يتم تجميد الطحالب بسرعة في درجات حرارة منخفضة جداً للحفاظ على جودتها بعد التجميد يتم تجفيف الطحالب بإزالة الماء منها عن طريق التبخير أو التجفيف بالتجميد الفراغي تعتبر هذه العملية مفيدة للحفاظ على العناصر الغذائية والمركبات الناشطة في الطحالب أهمية طحالب السبيرولينا الغذائية مصدر غني بالعناصر الغذائية تحتوي طحالب السبيرولينا على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن الفوائد الصحية تعزيز صحة الجسم وتغذية الخلايا تحسين الجهاز المناعي تحتوي طحالب السبيرولينا على مضادات الأنكسيدة والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة وتقويه يتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض تعزيز الطاقة والتحمل تحتوي طحالب السبيرولينا على مجموعة متنوعة من المغذيات التي تعزز الطاقة وتحسن التحمل البدني يتعزيز الأداء البدني والعقلي أهمية طحالب السبيرولينا العلاجية تحسين صحة القلب والأوعية الدموية تحتوي طحالب السبيرولينا على مضادات الأكسيدة والأحماض الدهنية الأوميجا التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية تقوية الجهاز المناعي تحتوي طحالب السبيرولينا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمضادات الحيوية الطبيعية التي تعزز من جهاز المناعة وتساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض تحسين الهضم والتمثيل الغذائي تحتوي طحالب السبيرولينا على الألياف الغذائية والإنزيمات الهضمية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية وتعزيز التمثيل الغذائي مخاطر السبيرولينا يعتبر الأطباء أن السبيرولينا آمنة بشكل عام خاصة في ضوء تاريخها الطويل كغذاء لكن السبيرولينا قد تصبح ملوثة بالمعادن السامة والبكتيريا الضارة والميكروسايستات وهي السموم المنتجة من بعض الطحالب إذا نمت في ظروف غير آمنة وهذه السبيرولينا الملوثة يمكن أن تسبب تلف الكبد والغثيان والقيء والعطش والضعف وسرعة ضربات القلب والصدمة وقد تصل حتى للموت أشخاص التي لا يجب عليها تناول مكملات سبيرولينا وقد تكون السبيرولينا الملوثة خطرة بشكل خاص على الأطفال ويوصل بحث في مصدر هذه المكملات الغذائية لضمان أنها تزرع في ظروف آمنة وأنه تم اختبارها من السموم كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية تجنب سبيرولينا وفقاً للمعهد الوطني للصحة فبما أن سبيرولينا تعزز الجهاز المناعي فإن مكملات سبيرولينا قد تزيد من أعراض التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي وغيرها من الحالات المرتبطة بأنظمة المناعة المفرطة ولنفس السبب قد تضعف سبيرولينا من تأثير أدوية علاج أمراض المناعة الذاتية قد تتداخل أيضاً مع الأدوية التي تبطئ تخثر الدم بما في ذلك مخففات الدم وكذلك الأدوية المضادة للالتهابات غير استيرويدية شكراً لحسن استماعكم ستجد رابط تحميل الملف في أول تعليق برجاء ترك تعليق لنا حتى نتمكن من تطوير أنفسنا لتنسي الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يصلك كل جديد منا اكتب لنا موضوع سمنار يهمك في التعليقات وسننشره على حضراتكم قريباً شكراً لكم